بادئ دي بدء لا بد من الاعتراف بالخير لأهله لأشكرا حزب العدالة والتنمية بقيادة الآخ والصديق العزيز الأستاذ عبدالإله بن كيران الذي حمل المشعل كما يحمله دائما فاستدعانا إلى هذا المؤتمر وهذا التجمع امتتال لقوله تعالى واتمروا بينكم بمعروف هذا هو المعروف أن نجتمع اليوم من أجل قضية الفلسطينية وما عداني أعساني أقول لأنني كل ما سأقوله وكل ما قيل قبلي وكل ما سيقال بعدي لو أن أحدكم جاء إلى هذه المنصة لقاله ولربما الكثيرون منكم سيقولونه بأفضل مما سنتكلم لأن القضية الفلسطينية لأن ما قامت به غزة ما قامت به كتائب القسام ما قامت به كتائب القسام ما قامت به سيوف الفلسطين في هذه المرحلة أحيانا وأحيا فينا الأمل وأحيا فينا الروح الوطنية الصادقة وأحيا فينا روح الإسلام الذي يجمعنا من أجل أن نكون بالفعل خير أمة أخرج للناس هذا هو الذي يؤطره هذا الاجتماع اليوم ما داني عساني أن أقول لا أريد أن أكون لا واصفا للحزن الذي يعتري العالم العربي والإسلام من أقصاه إلى أقصاه لا أريد أن أتحدث عن الحزن الذي صربل الدنيا بأقصاه إلى أقصاه لا أريد أن أتحدث واصفا لأن الحدث تعيشونه بيومه بساعاته بلحظاته إنما نشهده اليوم لم نقرأه في التاريخ لما نقرأه عندما هاجم المغول غزة وأصبحت عرضاً يا باباً لا شئ فيها لا يمكن أبداً إلا أن نستحضر ما قام به الرومان عندما دك غزة قدر غزة صامدة قدر غزة العزة أن تبقى دائماً صامدة في وجه كل احتلال غزة غزة رمز العزة غزة غزة رمز العزة غزة غزة رمز العزة رغم القصف والدامار شعبك يا غزة جبار شعب يا غزة جبار عندما نتحدث اليوم كل شيء طرنه بأعينكم أسركم كلها أصبحت تعيس الحزن أطفالكم كلهم يبكون أمامكم من أجل الهول الذي تعيشه غزة ويعيشه أبناء غزة لكن غزة وسبعة أكتوبر أعطانا الأمل في المستقبل لأن جيل اليوم الجيل الصغير منا في هذا الوطن بفضل هذه الملحمة ملحمة سبعة أكتوبر أصبح أبناؤنا وأحفادنا يعرفون القضية الفلسطينية عندهر قلب هذه إحدى الخلاصات الخالدة التي يجب أن نستخرجها من ملحمة سبعة أكتوبر ومما تفعله السيونيا وأمريكا واسمحوا لي أن أقول ما قاله محمود درويش ذات يوم في شعره احدفوا الواو إن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا بدون واو الجرائم صهيونية أمريكا الإرهابية الجرائم صهيونية أمريكا الإرهابية الجرائم صهيونية أمريكا الإرهابية فإذاً لن أطيل ولن أنبش الأحقاد من مكامنها ولن أتير عواطفكم في هذا اليوم فقد كفانا درويش ما يمكن أن نقوله عما نراه في غزة قال درويش محمود الشاعر الفلسطيني أتسألوني عن غزة نجيب في غزة هناك شهيد يواسيه شهيد يصوره شهيد يودعه شهيد يصلي عليه شهيد تكفير تكفير هذه هي غزة اليوم التي لا تعبر الصور إلا عن ززء مما عبر به شاعر فلسطين الخالج لكن ياكن بدفقة الإيمان لا لكن بدفقة الإيمان التي سرت في العروق سرت في عروق كل إنسان عربي كل مسلم كل إنسان على وجه البسيطة لا يمكننا أن نقف في هذا المؤتمر وفي هذا التجمع من أجل أن نتحدث عن ما وقع وما يقع فالغرب فالغرب المتصهين وإسرائيل يفكرون فيما بعد غزة كلهم ينشدون ما ستكون عليه غزة غزة التي يتصورونها هي غزة بدون حماس غزة بدون كتائب القستان غزة فقط كما يريدونها غزة الخانعة وهي لن تخنع أبدا ومن تم ومن تم إخواني شكرا 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 ومن تم يجب يجب ونحن في هذا التجمع أن تكون لنا كما هم لهم خلاصتهم أن تكون لنا كذلك خلاصتنا وأن تكون لنا كذلك رسالتنا يجب أن لا ننتظر من العالم الذي رأينا كل حكامه ظالمين للقضية الفلسطينية كل الغرب المسيحي كل الغرب الذي تسهيا كله يريد أن يفرض غزة وفلسطين أخرى بعد هذه الملحمة ونحن أيضا من حقنا أن نبعث برسائلنا واسمحوا لي في تجمعكم هذا أن أبعث بثلاث رسائل الرسالة الأولى نبعثها لما يسمى في الجغرافية السياسية بالغرب أي أوروبا وشمال أمريكا وبالضبط الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نقول له بأنكم حقيقة في هذا الزمن الرديل تملكون العالم كله تملكون مجلس الأمن أنتم فيه من أوروبا وهذه الأمريكا ثلاثة أعضاء تقررون ما تشاءون وتشتغلون كيف تشاءون ولكن الهدف يبقى دائما واحد هو إنهاء ما تبقى من روح الإسلام ليس في فلسطين فقط في كل العالم العربي والإسلامي أنتم تملكون تملكون هذا مجلس الأمن الذي تعتبرونه حكومة العالم وتملكون البنك الدولي وتملكون الصندوق النقد الدولي وتملكون الحلف الأطلسي وتملكون كل المنظمات الدولية التي نقول عنها الاقتصادية والإجتماعية وبكل أسف تعرَّى المسطور وظهر أنكم تملكون حتى المنظمات الإنسانية فلم يظهر لنا ونحن في عزي مأساتنا في فلسطين لم نرى لا هلالاً أحمراء ولا شمساً حمراء ولا صليب أحمر ولا 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 ولم نرى حتى تلك الأنور التي تتمشدقون بها على الشعب الفلسطيني سيطرتم على العالم فقضيتم على الإنسانية هذا هو ما يملكه الغرب اليوم هذا هو ما يملكه هذا الغرب واستطعتم أن تصيروا حتى إلى مجتمعات المدنية في كل الأخطار واستطعتم أن تسيطروا بقوة المال وبقوة الإعلام على كل مفاصل العالم ولكن لن يغفر لكم التاريخ لن يغفر التاريخ لحكام أوروبا وحكام الولايات المتعدة الأمريكية ولا أقول شعوبها لأن شعوبها قامت مع الشعب الفلسطيني في المدهرات في الشوارع على الدراجات النارية في البحر في المترو في كل العالم لأن الشعب الفلسطيني مظلوم إنسانيا والشعور الإنساني هو واحد لأن الذي خلقناه هو واحد وهو سبحانه الذي قال وكرمنا بني آدم ولم يقل لا هذه الديانة ولا أخر فبهذا نحن عندما نتكلم نتكلم على الذين صموا آدنهم على الذين ذهبوا إلى إفناء الشعب الفلسطيني في غزة وأصبحوا بكل وقاحة يتحدثون عن المصير مصير غزة بدون كتائب القسام وبدون حمار هؤلاء هم الذين نتحدثوا معهم اليوم أين الضمير الإنساني أين نحن من كل ما جاء بعد الحرب العالمية التانية هل هذا أوضع فقط من أجل أوكرانيا وما شباها أم أنه يشملنا كعالم إسلامي وكعالم عربي هذه الرسالة يجب أن تكون بل الوقاحة ذهبت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيضاً أن يقول لو لم تكن إسرائيل مخلوق لخلقناها وهو يقول عن نفسه وإنها كذلك إسرائيل سهيوني وأنا سهيوني وإسرائيلي ذهبت بي الوقاحة وبكل أسف ليست لمقامات وإلا لأجبته ولكنني أقول لا لم تختارع شيئاً جديداً في هذا الكون إنما تردد كلمات قالها ملك فرنسا لويس تاسع الذي يسمونه القديس عندما قال بأنه ما دام هناك إسلام لن تكون أبداً لنا نصرةً من أجل استرجاع القدس لأنه لهم قرآنهم ولأنهم يؤمنون بأن الحياة الأخرى أحسن من الدنيا إذا ما تشهدها وعلينا أن نخلق هناك دويلة تكون لا تؤمن بالإسلام من أجل أن هي أن تكون لنا المدخل من أجل استرجاع القدس إذن بايداً لم يقول إلا شيئاً قاله من قبله في القرن الثالث عشر وجاء اليوم ليردده بلغة العصر هكذا نحن هل أصبحنا إيتام في مأدوبة اللئام ألا نقرأ التاريخ ألا نعرف هذا كيف نتصرف كيف يجب أن ننفعل وننفعل مع ما في الكون وبكل أسف بكل أسف بكل أسف نحن المسلمين نقرأ قرآننا ونقول لتجدن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوه ولتجدن أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون نقول لبيضاً نقول لبيضاً ما هذه المسيحية العرجاء التي تريد بها أن تستمر في الدفاع عن كيان زور عزرعاً وعندما يتور أبنائه يردد العالم تردد حكومة العالم الغربي وليس شعوبها تردد ما تقوله بأن هؤلاء وحوش في قرآننا نعرف منهم الوحوش هم الذين جعل منهم الله تبارك وتعالى القردة والخنازير وعبد الطاغوت هم الخنازير هم عبد الطاغوت وليس نحن فلهذا فلهذا يجب يجب أن نرد الأمور إلى نصابها يجب أن يعرف الغرب بأننا لم نستسليم يقولون لنا الغرب الغرب بحكامه يقولون لنا إن إسرائيل إن إسرائيل إنما قامت بالدفاع الشرعي عن نفسها هل هذا يُعقل أهم يعرفون أن بريطانيا المستعمرة أدخلت صهاينة تحت جبتها إلى إسرائيل في سنة الثمانية واربعين وقتلوا وشردوا وعندما انتهت الحرب وأصبحت أمريكا هي القولة الأولى قيل لها خذ إسرائيل وأنت منها وهي منك إلى الأبد فكان ما كان كيف يُعقال أن الإنسان الذي سرق بيتك وأرضك عندما يريد أن يدافع عنه تقول له إن ما تقوم به إسرائيل من ضمار لكم إنما هو فقط يرد الفعل وإنما هو عدر لها دولي لأنها تقوم بالدفاع الشري دفاع الشري عن عن اللصوص لصوص العرض الأوطان ليست هي البشر الأوطان هي العرض وهي الإنسان وإذا لم يكن العرض ولم يكن الإنسان فليست هناك أوطان وهذا تعرفه الغرب ومع ذلك تقولون بأن إسرائيل كانت في الدفاع الشري عن نفسها هذه إسرائيل هذه هي فضيحة الخلق التي قامت في 48 وأقول للإسرائيليين وهم أمريكيون وأمريكيون هم الإسرائيليون في الحقام أقول لهم مضت 75 سنة إلى اليوم ونحل اليوم في اليوم الرابع والأربعين من يوم المجد يوم 7 أكتوبر 2023 75 سنة ولم تستطيع أبداً أن تفرحوا بعشرية واحدة بدون أن تكون فيها الحرب هل يمكن أنه بعد كل هذا وبعد ما أصبح عليه العالم وأصبح عليه فلسطين وأبناء أبناء فلسطين ومجاهدين وابناء الشهداء الذين استطاعوا أن يخلقوا الأسلحة وأن يبنوا الدهاليس وأن يبنوا تخط الأرض وأن يصنعوا الأسلحة بعدها يبقى لكم أمال أيها الإسرائيليون بأنكم ستبقون فوق تلك الأرض غدا أو اليوم أو بعد شهر لا بد أن تنتهي الحرب لأن الحرب دائما مصيرها إلى نهاية وهذه ليست حرب هذا إجرام إجرام وارتكب في حق الإنسان يتجمعه إنما تجمعكم هذا فقط من أجل إيقاد الضمير الإنساني لتقول له أيها الضمير الإنساني المتمتل في الغرب كونوا مع شعوبكم إنكم تدعون الديمقراطية أيَّة ديمقراطية فقت لكم عندما نرى شعوبكم في واد وأنتم في شعوبكم وأنتم في واد آخر لا مكان لكم في العالم الذي سيكون بعد سبع أكتوبر هذه الخلاصة الأساسية والخلاصة المهمة وعلى الجميع أن يفهمها الخلاصة التانية أو الرسالة التانية التي يجب أن نوجياها في هذا اليوم هي أن نوجياها للعالم الإسلامي من مدينة الرباط إلى مدينة جاكرتا ومن نوجها للعالم العربي من المحيط الهادر إلى الخليج الهادئ المطمئن لنقول لهم يا إخواننا لقد محن الله تبارك وتعالى أرضا من أعظم الأراضي ومن أخصى بها ومنح لله كل ما يمكن أن نقول وأن نهتدي به وأن نسير فيه وأن نعتز به لنا من المعادن ما لا يصاف بيترول كوبالت فوسفات المطات القهواء اللي بغتوا كل شيء موجود تحت باتنا الأرض أعطانا الله المواقع الإستراتيجية في العالم التي يمر فيها البحر ويمر فيها السماء أعطانا الله تبارك وتعالى من الخيرات هذه الخيرات التي تدفقت بعد أن استقلت الشعوب هي كلها الآن خلقت أجيال جديدة من العلماء والمفكرين ومن الذين يصنعون الأمجاد الغير في العنازا وفي معامل السلاح إذن نحن كما خلقنا الله لكن لا نريد أن نكون يقول ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله هكذا وصفنا هكذا وصفنا ويجب أن نعتز بهذا أننا نصف به ولكن أقول لحكوماتنا العربية ألا تسمعون الإداعة الإسرائيلية عندما ياتي جهال الصيونية ليقول لنا أمة الإسلام يقول قرآنكم وأنتم لستم إلا حسرات وضباع ومتخلفين ولا يمكن أبدا التعامل معكم إلا بالأوصاف التي يقولنا وأستحي أن أقولها أين العزة أين عزة الإسلام يا إخواننا المسلمين يا حكوماتنا العربية علينا أن نستيقض علينا أن نعرف بأن العالم الإسلامي والعالم العربي هو اليوم في قبضة النورانيون الذين يسمون أنفسهم النورانيون وما هم بنورانيين إنهم إلا الظلاميون الذين يشتغلون منذ قرون ليس في المغرب يشتغلون في كل العالم أيها الإخوان مصير المغرب ومصير العالم العربي والإسلامي لا يحدده النورانيون هناك الصهاينة سواء في شكلها اليهودية أو في شكلها الآخر الذي هو المسيحي المتصهينة هناك كذلك ما يمكن أن نقوله كمسلمين وكعرب أننا نعرف بأن الماصونية والنورانيون وكذلك الصهاينة هذا تالوت عندهم مقدس به سيكتسحون ما يعتبرونه سينتهي ألا وهو الإسلام وليس فقط العرب والعروب علنا أن ننتبه علنا أن نربي الأجيال الجديدة تربية جديدة ونعلمها في مدارسنا أن هناك مخططات ليست فقط هذه ولكن المعلنة كلكم أو غلبيتكم الساحقة تعرفوا بارنار لويس لقد كتاب ويعتبر معبودا لمن يريدون البحث عن الفكر المسيحي بل إن بعد أفكاره توبقت في العراق ببوش الإبن وبوش الآب بل إن بعد أفكاره دوينت كقرارات من أجل القضاء علينا كعربين ومسلمين ومن أجل تقسيم المقسم واجزئ المجزاء والذي بقي واقفا سامد سيقسمنا هذا هو المشكل وهذه الحقيقة التي أوصلتنا اليوم إلى ما نرى في غزة وما قد نره لا قدر الله في أوطار أخرى بل إننا شاهدناه في تقسيم السودان إلى شمال وجنوب ونشاهد ونعنى فيه فعلينا في عالمنا الإسلامي والعربي قبل كل شيء وإكراماً وإكراماً لأرواح المجاهدين في غزة إكراماً لهذه الروح التي انبعتت في العالم الإسلامي لهذه الروح التي انبعتت في الإنسانية كلها علينا على الأقل أن نتخذ قرارين القرار الأول وليس هذا العبد المدنب الذي يقوله يقوله الله تبارك وتعالى يجب علينا كمسلمين أن نخرج من كل ما هو حلف إبراهيمي ليس هناك حلف إبراهيمي في ذولة المسلمات إذا كنا مسلمين فإن قرآننا يقول ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين هذا هو إبراهيم تكبير وليس ما صنعا وليس ما صنعا وليس هذا فقط وليس هذا فقط علينا أن نعرف بأن ما طبخ في مطبخ النورانيين والماسونيين وغيرهم هو الذي يؤدِّي إلى هذا الطريق حتى أصبح في دول الإسلام لا نتكلمُه إلا عن المِثلية لا نتكلمُه إلا على ما يُشبه المِثلية كل مرة جاء القرآن بقواعد صارمة إلا نحن نضطرُّ إلى البحثي عن كفية تغييرها هذا ليس شيئاً عادياً أو شيئاً جاءت عطباطاً هذا هو ما يُرَادُ بنا وليس فقط بفلسطين وليس فقط بالسودان اقرأوا كل فقرةٍ من كتوب هذا الذي قلتُ لكم واعلموه واعلموه بأنه كل واحدٍ في نظرهم سيصلُه يومه المسألة الثانية التي علينا كمسلمين وحكوماتٍ عربية بدل أن نجلس في الجامعة العربية من أجل أن نُصدر بياناً يمكن أن نُصدر مثله في كل اجتماع ليس هذا هو دورنا دورنا هو أن يكون ردُّ فعلنا ردًّا طبيعيًا ردًّا طبيعيًا لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة أين أخوتنا لشهداء غزة وأبطال غزة؟ الشيء الذي يجب أن يكون ردًّا فعلٍّا عانيًا هو إسقاط التطبيع في كل الدول التي كانت مع إسرائيل وطبَّعت معها إنهم لا يُريدون بنا إلا الشر إنهم لا يُريدون بنا إلا أن نُخرُج عن الطريق المُستقيم إنهم لا يُريدون بنا إلا أن نُرجعَلَ من أولادنا عبيدًا لهم غدًا لا يجب أن تستغربوا من هذا الكلام لا يجب أن تستغربوا لأن هذا شيءٌ حدث في التاريخ أين هي الأندلس؟ يقرأوا فقط قصيدة الراندي وستعرفون أي مصيرٍ كان في الأندلس وستعرفون ما يُخطط لنا اليوم من مصير أما الصهاينة فأقول لهم لا تحلُموا كثيرًا خُلِق إنسانٌ عربيٌ جديد خُلِق إنسانٌ مسلمٌ جديد خُلِق إنسانٌ على مُستوى الإنسانية في كل العالم جديد أنتم الذين يجب أن تبحثوا أين تخرُجوا في غزة ليست هناك فقط كتائب القسام ولكن شعبًا من مليونين بكل ما وقعَ له لا يقبلوا أبداً أن يتشرَّد لا يقبلوا أن يخرُج لا يقبلوا أن يُغادِر غزة فلهذا عليكم أيها الإسرائيليون أن تستعدوا أنتم عندما تحيَى وتعود الحكومات الغربية من سُباتها ومن ظلمها ومن تسخيرها للمسِّب العالم الإسلامي عليكم أنتم أن تستعدُّوا للخروج من أرض فلسطين لأن فلسطين هي أرضٌ للفلسطينيين وليست لشيءٍ آخر هذا كلامٌ هذا كلامٌ هذا كلامٌ هذا كلامٌ ليسَ كلامٍ حماسيًا وليسَ كلامٍ تغلُبُوا عليه العاطفة اقرأوا خطابات من غوريون قبل سنة 1938 وسنة 1938 ومبعدها حتى أصبح رئيسًا لإسرائيل إنه يقول بصريح العبارة هؤلاء الناس هم أهلُ الأرض جئنا واختلِّناهم واخدنا أرضهم ومن الغريب أننا كنت طلبوا منهم بش يكونوا معنا أصدقاء لا يمكن لأنه لو كانت عندي أرض واتخلَ لها شواء العمر لماذا أنت صالح معه؟ كثير من الأفكار وأنتم تعرفون من هو من غوريون إذاً عمليًا ما بعد غزة يجب أن يكون لنا نحن العرب نحن المسلمين وللشعب الفلسطيني بالذات وهذا هو أساس أن نجتمع اليوم فشكراً لمن نقمَ هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر